نكمل يا سابع بدي تفتح لكتابك على مثال رقم 2 الموجود بصفحة 112 خلينا نشوف المطلوب بحكي لي في عندي صياج في الشكل المجاور أجد قياس كل من الزوايا الآتية نطلع الرسمة في عندي واضح من خلال الرسمة عندي مستقيمين متوازيين وإجا مستقيم ثالث قطعهم أو وكمان مستقيم رابع قطعهم يعني هذون المستقيمين المتوازيين في عندي مستقيمين إجوا قطعهم بنقطتين تقاطع في كل مرة هاي النقطة التقاطع الأولى وهي التانية للمستقيم الأول وهي الأولى والتانية للمستقيم الثاني أو ممكن أشوفها بطريقة ثانية إنه هذول المستقيمين هذول برضو عبارة عن مستقيمين متوازيين وإجا مستقيم ثالث قطعهم لهذول المستقيمين المتوازيين إذا في أكثر من طريقة لطريقة الحال وفي كل الحالات بيعطيني نفس الإجابة يلا بدنا نركز واحدة واحدة طلع على الرسمة إيش الزاوية المعروفة اللي هي هاي الزاوية لكم قياسة هاي الزاوية 110 بس مش معطيني غير قياس الزاوية 110 وبدي أطلع كل قياس الزاوية الباقية من الواحد لرقم سبعة بما فيهم اللي هو عبارة عن أتحقق من فيهم يرح نمشي واحدة واحدة ماشي يلا طلع عندي يا سابع هلا ما هو مش معطيني حكيانا غير قياس هاي الزاوية اللي هو عبارة عن 110 ومنها بدأ أطلع باقي الزاوية طلع عندي عن رسمية سابع لو تخيلت أنا هاي الرسمة ماشي هذول واضح إنه هذول المستقيمين برضو عبارة عن مستقيمين شمالهم متوازيين يعني هذا المستقيم راح ألونه بطريقة معينة هذا المستقيم اللي باللون الأحمر وهذا المستقيم اللي باللون الأحمر برضو عبارة عن مستقيمين متوازيين إجا مستقيم ثالث هي قطحه نتيجة التقاطع في نقطتين تقاطع النقطة الأولى والنقطة الثانية نتج عندي مجموعة من الزاوية هاي الزوايا مش هاي الزوايا اللي هادول المستقيمين المتوازين هاي الزوايا اللي موجودة جو منطقة المستقيمين المتوازين شو بنسميهم بنسميهم زوايا داخلية أما هادول الزوايا اللي جايين برا وفي الأعلى وفي الأسفل لهادول المنطقة الداخلية بنسميهم زوايا خارجية إذن أما الزوايا اللي جايين برا المنطقة الداخلية هاي المنطقة الداخلية معناته هادول الزوايا عبارة عن زوايا خارجية بناءً على الحكي بننطلع قياس كل من الزوايا بما أني ضمنت أنه هذول المستقيمين متوازياً وإجا مستقيم ثالث قطحهم إذن حكينا الزوايا المتبادلة متساوية الزوايا المتناظرة متساوية والزوايا المتحالفة مجموحهم 180 نجي نطبق قاعدة قاعدة طيب هلأ ممكن أحل بأكثر بالطريقة ويطلع نفس الجوال طلع عندي الزاوية 110 هاي عبارة عن زاوية خارجية صح؟ عبارة عن زاوية خارجية بدأ أستفيد من هاي العلاقة عشان أطلع باقي القياس ممكن أحكي إنه الزاوية 110 في علاقة تناظر مع مين؟ مع الزاوية 5 شو هو التناظر؟ التناظر عبارة عن زاوية خارجية والتاني زاوية داخلية وغير متجاورتين والتنتين على نفس الجهة من المستقيم القاطع وإن المستقيم القاطع حي المستقيم الثقاطع شو نوع الزاوية 110 خارجية؟ شو نوع الزاوية 5 عبارة عن زاوية داخلية؟ والتنتين جايين على نفس الجهة من المستقيم القاطع هيهم التنتين وين جايين؟ جايين على الجهة اليسار من المستقيم القاطع معناته الزاوية 110 والزاوية 5 في علاقة تناظر شو حكينا إحنا إذا كان في علاقة تناظر أي زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس معناته إذا كانت هاي الزاوية 110 معناته الزاوية رقم 5 كمان 110 إذن بحكيه له الزاوية رقم 5 يساوي 110 ليش شو السبب لأنها تناظر الزاوية 110 طيب شو يعني تناظر 110 شو هو التناظر التناظر إنهم متساويتان في القياس إذن بين قسائن متساويتان بالقياس ممتاز يا سابع إذن طلعت إنه هاي الزاوية 5 هي عبارة عن 110 ممتاز بقدر أطلع كمان قياس الزاوية 3 إلا إنتوا حكولي شو العلاقة ما بين الزاوية 5 والزاوية 3 مش أنا عرفت الزاوية 5 بتوجد علاقة بين الزاوية 5 والزاوية 3 هاي التنتين شو نوحهم داخلية والتنتين غير متجاورات والتنتين ع نفس الجهة من المستقيم القاطع إذن شو بنسمي هالي النوع أيوة متحالفتان هلا بعد ما أحل راح علمك طريقة كيف تحفظ أنواع الزاوية بكل سهولة هاي التنتين داخليات حكينا والتنتين غير متجاورات والتنتين على نفس الجهة من المستقيم القاطع عندما تنتين جايين على يسار المستقيم القاطع إذن في علاقة تحالف إذن زاوية 5 والزاوية 3 في علاقة تحالف حكينا شو يعني علاقة تحالف يعني هذول الزاويتين مع بعض لازم يكون مجموحهم 180 الزاويتين مع بعض مجموحهم 180 طيب إذا واحد منهم 110 كم بيضل التانية عشان تصير 180 بحكي معناته 180 ناقص 110 بيضل عبارة عن 70 للزاوية 3 إذن بحكي له الزاوية 3 تساوي 180 صح ناقص 110 صري 110 ويساوي 70 ليش يمس بتساوي 70 لأن لأن الزاوية 3 والزاوية 5 شمالهم متحالفتان شو يعني متحالفتان يعني مجموعهما 180 شوف يمس أنا حافظة مش حافظة كل اللي شرحته بالحكي كتبته كتابة بحكي له الزاوية 3 عبارة عن 180 ناقص 110 اللي هو بيضل عبارة عن 70 ليش يمس لأن الزاوية 5 والزاوية 3 متحالفتان طيب شو يعني متحالفتان يعني مجموحهم 180 فحكيت واحد منهم 110 كم بيضل الثانية شن أعرف كم بيضل الثانية 180 ناقص 110 بيضل الثانية عبارة عن 70 إذن طلعت هاي الزاوية عبارة عن 70 طيب مش بقدر أطلع بناءا على الحكي قياس الزاوية رقم 4 إذ لما عرفت 3 كم قياس الزاوية 4 شو العلاقة بين الزاوية 4 والزاوية 3 أيوة تبادل ليش هاي التنتين داخليات والتنتين غير متجاورات وكل واحدة في جهة مختلفة من المستقيم القاطع هاي الزاوية 4 جاي بيمين المستقيم القاطع الزاوية 3 جاي على يسار المستقيم القاطع إذن علاقة متبادلات داخليا ليش متبادلات داخليا لأنه التنتين زوايا داخليا طيب شو يعني متبادلات داخليا يعني التنتين حكينا أي زاويتين متبادلتين شو ما لهم سواء كان داخليا ولا خارجين يعني متساويتان في القياس فإذا كانت واحدة منهم 70 فشو بتكون الزاوية 4 كمان 70 إذن بحكي له قياس الزاوية M يعني قياس قياس الزاوية 4 يساوي 70 ليش قياس الزاوية 4 يساوي 70 إلا أنتوا حسب ما فهمت اللي حكيتوا لأنها في علاقة تبادل داخلي مع مين؟ مع الزاوية 3 طب شو يعني في علاقة تبادل مع الزاوية 3 يعني التنتين متساويتان في القياس لأنه حكينا أي زاويتين متبادلتين عبارة عن سواء كان داخليا ولا خارجيا عبارة عن متساويتان في القياس إذن قياس الزاوية أربعة يساوي سبعين لأن الزاوية أربعة والزاوية ثلاث شو ما لهم متبادلتان داخليا طب شو يعني يمس متبادلتان داخليا يعني متساويتان بالقياس ممتاز طب يلا هين طلعت الزاوية أربعة هي عبارة عن كم عن سبعين بقدر أطلع قياس الزاوية رقم اثنين ولا لا بناء على العلاقة بين الأربعة والتنين شو العلاقة بين الزاوية أربعة والزاوية اثنين يلا شو رأيكم أيوة علاقة التحالف ليش لأن الزاوية اثنين والزاوية أربعة التنتين زوايا داخلية وكمان غير متجاورة والتنتين على نفس الجهة من المستقيم القاطع هي المستقيم القاطع وين التنتين جايين على يمين المستقيم القاطع إذن الزاوية اثنين والزاوية أربعة في علاقة التحالف طب شو يعني التنتين متحالفتان يعني التنتين لازم يكون مجموحهم مية وتمانين طيب يا ميس إذا واحد منهم سبعين كم بيضل الثانية؟ معناته بحكي مية وتمانين ناقص سبعين اللي هي عبارة عن مية وعشرة قياس الزاوية اثنين إذن يلا قياس الزاوية رقم اثنين يساوي مية وتمانين ناقص سبعين ويساوي مية وعشرة ليش يا ميس؟ كل اللي شرحتو بالحكي بدي أكتبه لأن الزاوية يلا الزاوية 2 والزاوية 4 شو مالهم متحالفتان إذن الزاوية 2 والزاوية 4 متحالفتان طب شو يعني يامس متحالفتان يعني مجموعهما 180 طب إذا كانت واحدة منهم 70 كم بيضلت تاني بحكي 180 ناقص 70 بيطلع عبارة عن 110 إذن طلعت قياس الزاوية رقم 2 عبارة عن 110 شو ضل عند زوايا ما طلعناهم ضل عند ليسا 1 وضل عندي 6 وضل عندنا 7 يلا هلا بنا نوجد كمان حينا نأخذ علاقة مثلا تبادل خارجيات يلا شو رأيكم بنا نوجد علاقة تبادل خارجيات قبل ما أوجد علاقة تبادل خارجيات وين في زوايا متبادلة خارجيا شو يعني متبادلة خارجيا يعني التنتين زوايا خارجية وغير متجاورة وكل وحدة على جهة مختلفة من المستقيم القاطع يلا من الرسمة شو رأيكم أيوة الزاوية 110 والزاوية 6 عبارة عن زوايا متبادلة خارجيا شو يعني زوايا متبادلة خارجيا يعني التنتين زوايا خارجية وغير متجاورة كل واحدة على جهة طب ليش يا ميس أخذت 7 مع المية وعشرة لأنه المية 7 والمية وعشرة على نفس الجهة من المستقيم القاطع هي المستقيم القاطع التنتين جين على نفس الجهة لا أنا بدي كل واحدة تكون في جهة مختلفة فأخذت المية وعشرة مع الستة طب شو يعني متبادلات خارجيا يعني متساويات في القياس طب إذا واحدة منهم 110 كم تطلع الثانية؟ تطلع كمان الثانية 6 هي بارة عن 110 إذن كم قياس الزاوية رقم 6؟ 110 إذن نكمل إذن قياس الزاوية 6 110 نكتبها هون على الجهة الثانية إذن قياس الزاوية رقم 6 يساوي 110 ليش يا مس؟ كتابة زي ما هلا أفهمنا لأن الزاوية 6 والزاوية 110 في علاقة إيش بناتهم؟ متبادلتان خارجيا طب شو يعني يا مس متبادلتان خارجيا؟ يعني متساويتان بالقياس ممتازين يا سابع إذن طلعت كمان 6 اللي هي عبارة عن 110 طب يا مس ضايل عندي 7 وضايل عندي 1 بتقدر تستخدم الدرس الماضي اللي أخذناه الزاوية المتتامة والزاوية المتحالفة وكمان الزاوية المتقابلة بالرأس مش ضروري بس يعني أي رسمة بيعطني فيها أو جد قياس أي زاوية ممكن أستخدم جميع أنواع الزاوية اللي حكينا عنها سابقا حكينا سابقا عن الزاوية المتقابلة بالرأس شو يعني الزاوية المتقابلة بالرأس؟ يعني اللي تكون الزاوية بالبعض وإلها نفس الرأس طلع لي على الرسمة شو في عندي زوايا متقابلة بالرأس شو رأيكم مثل مين أي والزاوية أربعة والزاوية سبعة متقابلات في الرأس ليش لأنهم مش جنب بعض ولا يمس هاي هم أقبال بعض وإلهم نفس الرأس هاي هالرأس هاي الزاوية أربعة هاي رأسها والزاوية سبعة هاي رأسها والتنتين أقبال بعض إذن شو يعني متقابلات بالرأس شو يعني متقابلات بالرأس يعني متساويات في القياس حكينا المرة الماضية أي زاويتين متقابلتان بالقياس عبارة عن زاويتين متساويتان إذا واحد منهم 70 كم الطالب تطلع؟ 70 إذن كم قياس الزاوية 7؟ كمان 70 إذن بحكيه له قياس الزاوية 7 قياس الزاوية 7 يساوي 70 ليش يمس؟ لأن الزاوية 7 والزاوية 4 شو ما لهم؟ متقابلتان بالرأس طب شو يعني متقابلتان بالرأس؟ يعني متساويتان بالقياس ممتاز يا سابع ضايل علي آخر زاوية 110 ضايل علي الزاوية 1 استغلت كمان تقابل بالرأس زاوية 1 تقابل بالرأس من الزاوية 3؟ هاي هم التنتين قبل بعض مش متجاورتين هاي رأس الزاوية 1 وهاي رأس الزاوية 3 لهم نفس الرأس معناته التنتين متقابلات بالرأس طيب شو يعني متقابلات بالرأس يعني متساويات في القياس في الزاوية 73 كم تطلع الزاوية 1 كمان 70 إذن قياس الزاوية 1 يساوي 70 لأنها تقابل بالرأس الزاوية 3 إذن نجد نكتبها قياس الزاوية 1 قياس الزاوية 1 يساوي 70 لأن الزاوية 1 والزاوية 3 شو ما لهم متقابلتان بالرأس طيب شو يعني يمس متقابلتان بالرأس يعني متساويتان بالقياس وهيك يا ميس بكون يا سابع انتهى درسنا كامل نيجي نحدد الواجب البيت مع بعض الواجب البيت رح اختار من صفحة 113 9 و 10 و 11 و 12 13 و 14 والسؤال 15 من صفحة 113 ويعطيكم الف عافية